طلبتوا مني فطار رايق من غير بيد ده بقى مش رايق بس ده رايق بالقوي كوباية من الدقيق ومعلقة من الزبدة وممكن يبقى زيت عادي ورشة من الملح واربع معالق من اللبن واللبن ممكن يبقى مية او حاجات دايق ولا حاجات عصابك رواق على نفسك ولا يهمك وبعد كده بقى نلم العجينة بالمية او باللبن اللي احنا عمالنا ده احنا بس بنلم العجينة مش بنعجن خاص انا لقيت هينها محتاجة معالقة تاني من اللبن حطيت معالقة يبقى اني استخدمت خمس معالق بالزبط خمس معالق مية خمس معالق لبن اللي يعني اللي يجي معاك واللي موجود او حاجات دايق او حاجات دايق ايه هتروق على نفسك لم العجينة بصوا تلمت بقيت كورة ايه خلاص كده احنا كده خلصنا هنغطيها بقى بستريتش او نحطها في الكيس بتاع الساندوتشات ونسيبها ترتاح هنجيب بطاطس مسلوقة دي بطاطساية كبيرة سلقتها كويس في المية او حطيها في الميكروف ست دقيق حتتسلق وبعد كده بقى ايه هرسيها حطي عليها معلقة من الجبنة الكريمي ودي اختياري وشوية بقى جبن اي جبن عندي جبنة متزرلة جبنة شدر براحتك وجبنة الكريمي دي ممكن تبقى قشطة ممكن تستغني عنها خالص مش مشكلة انا بقى بعد ما هرستها حطيت معلقة او معلقتين من اللبن بحيس ان البطاطس المهروسة تبقى نعمة احنا عايزين تبقى نعمة ممكن مثلا معلقة معلقتين من المية يعني ما يهمكيش انا طبعا بعد ما سلقتها صفتها كويس ودي العجنة بقى بعد ما ارتحت حوالي ساعة لربع هفردها كده بالنشابة زي ما انتو شايفين كده وتعوضي بقى ايه تفرديها هتتفرد معاك بمنتهى السهولة بحيس ان هي ايه تعمل طبقة رائية احنا هنفردها عشان تبقى طبقة رائية هنجيب بقى خليط البطاطس اللي احنا حطيناه ده بقى بصوا هحطي بقى كمية حلوة كده ورش عليهم بقى شوية جبنة متسرلة يا لهوة عدلاء بقى زودي زودي مهمكيش حطي مهمكيش دلعي نفسك دلعي نفسك ما حتشواخد منها حاجة اقفلي بقى زي ما انتو شايفة كده اهم حاجة تقفليها كده زي صرة الدنانير المهم ان انت تقفليها كويس قوي وبعدين ايه تفرديها شوية بشوية كده بالنشابة بس خدي بالك لا تتقطع منك انت تفرديها بالراحة وحاسبي عليها لا تتقطع هتي بقى تصصخنة وادهنيها دهنا بسيطة من زيت او زبدة وحطيها على نار بقى متوسطة مش عالية ولا هدية يعني نار متوسطة واول ما ما تاخد لون من اتجاه تقلي بيها وتفضلي مثلا كل دقيقة ولا اتنين كده تقلي بيها لحد ما تلاقيها ايه انتفخت كده بتدت تنتفخ كده خلاص كده ايه العجينة استوت وكل حاجة استوت بصوا بقى بصوا بقى الجمال بقى ايه ده ايه الجمل ده بصوا هي دي بقى الحكة دي بقى تاخد قلبك بقى بصوا تاخد قلبك بقى وانت بتقطعي بقى والجبنة وهي سايحة نزلة كده بصوا بصوا لا لا فضيعة فضيعة قسمان بالله انا اصلا يعني مش من هوايات البطاطس المهروسة انا بحبها مقلية بس بجد الفطيرة البطاطس دي فضيعة طعمه حلو جدا 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 بسو طعمة طعمة وحلوة حلاوة وما خدتش وقت خالص وسهلة وفظيعة طب انت بقى ما عندكش دقيق ولا عندك لبن ومش عايزة تعمل لك حوار ده كله هاتي بقى رغيف عيش رغيف عيش بلدي كده وفتحي زي الحوابشي وهاتي بقى بقيت البطاطس على الفكرة دي بطاطسية واحدة بس بس كانت كبيرة شوية ويفرديها كده بقى زي الحوابشي في العيش وحطي بقى كبنة متزرلة ممكن تحط تشيدر رومي بقى اللي موجود عندك عاملة ضايت بقى ومش عايزة تحط جبن ما تحطيش انما انا بقى بسيح الجبنة علشان الجبنة لما بسيح بتسيح الدهول ورحت محمصة لي بقى ايه رغيف العيش ده في نفس الطاصة بمعلاقة زبدة كده لحد ما تحمص وبصي بقى يعني بصوا اللقطة دي بقى اللي بتاخد عقلي وانت كده بتقطع كده والجبن عملت بص كده بصوا بصوا فضيع ادي بقى احلف طار او غدأ او عشاء براحتك بقى مع كباية شاي بلبن بقى مقدرش اقول لكم لأ مقدرش اقول لكم يعني الواحد مش قادر يتكلم على الطعامة والحلاوة والشقاوة وطبعا دي الحركة بتاعة الفتلة بتاعة الشاي اللي قتلكوا عليها نقولت ايه اورها لكو تاني وتشرب بقى شاي سادة شاي بحليب براحتك بقى اتدلعي بقى افتكر بعد الدلع ده كله لازم تعملولي لايب وتروحوا تعملوا فلوا لو ما عملتوش وتكتبولي كلام حلو كتير ولازم تشيروا الفيديو مع صاحبكو لو ما رختوش على اليوتيوب اروحوا على اليوتيوب بسرعة